على نصف عالم بأدينا أدريد نحميها ونبقيها بتزامني والتوازي ترسخ القيادة السياسية أسس وجزور تنمية شاملة عبر تاتشيني وأطلاق آلاف المشروعات القومية بشكل متكامل بداية من تاتشيني الطرق حتى الاهتمام بصحة الإنسان ضمن استراتيجية أطلقه رئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف بناء الإنسان المصري اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وفي المجالات كفة ترفع عنوانا عريضا وهو التنمية الشاملة وأعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية في الزمان والمكان توجد الدولة حيث يحتاج المواطن وبتكليفات رئاسية تكللت جهود مؤسساتها في إعلان رئيس إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي شاملت رفع نسبة علاج الفرد الواحد من مخصصات علاجية تبلغ 180 جنيها لتصل إلى 2000 جنيه وفقا للمنظومة الجديدة إطلاق يأتي بتزامن مع افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد وشمال سيناء وشملت افتتاح أنفاق الثالث من يوليو ومحور الثلاثين من يونيو وتطوير ميناء بورسعيد لتدخل مصر وتستمر بمرحلة استقبال الناقلات البحرية العملاقة محور الثلاثين من يونيو في بورسعيد يعد واحدا من أهم تلك المشروعات التي تم تنفيذها خلال خمس سنوات ماضية ووصل عددها إلى 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق طرق ممهدة يصل بها المواطن إلى مشفاه المطور ومدرسته الجديدة ومسكنه اللائق وفرص عمل تشمل دخولا مناسبا وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة يجني ثمارها المواطن تلك هي فلسفة مشروعاته التي دأب الرئيس السيسي على افتتاحها بصورة شبه يومية منذ توليه سدة الحكم في عام 2014 وآخرها افتتاحه أنفاق الثالث من يوليو ومحور الثلاثين من يونيو التي توفر فرص عمل لخمسة وسبعين ألف شخصا وتنفذها أياد مصرية تعمل في خمسين شركة وطنية وتمهد طريقا واسعا لجذب مزيد من الاستثمارات ما يعني آفاقا أرحب للتنمية اقتحمت الدولة جميع القطاعات التنموية ولم تقتصر مشروعاتها القومية على مجال دون الآخر فباتت الإشادات الدولية والإقليمية بمصر الجديد وما يقام على أرضها ويحدث فيها تكسيدا لواقع جديد عنوانه إذا أراد المصريون حتما يستجيب القدر اشتركوا في القناة